اهلا بكم تصدرت فاكة الباشنفروت محركات البحث على موقع جوجل الشهير بعدما اتطرحت في الاسواق وبسبب رغبة عدد كبير من المصريين في شراءها ده نظرا لفوائدها العديدة اللي بتتمتع بيها رغم ارتفاع سعرها وبالتالي كان لزام علينا تحقيق رغبة كتير من احبابنا مشاركي ومتابعي قناة زراعة سهلة ان احنا نقدم كل المعلومات عن فاكة الباشنفروت وخصوصا بعض ما اطلب مننا الفاكة دي بالتحديد واثناء اعدادي للحلقة اكتشفت ان انا مقصر فعلا في حق شجرة الباشنفروت لان البحث عن سمرتها نسانا اهمية شجرتها فلو كنت عايز نبات متسلق ففيه اللبلاب وفيه اللوف ولو عايزه متسلق ومزهر دايما ففيه جهنمية ولو عايزه رائحة زكية فيه الفل والياسمين ولو عايزه متسلق ومسمر فهناك العنب رغم طول المدة عشان تاقل منه اما لو زرعت شجرة الباشنفروت فانت جمعت كل الخصائص دي في شجرة واحدة وبالدليل وزي ما تعودنا بنعمل كتالوج منظم لكل نبات هنقدم لحضراتكم كتالوج فاكهة الباشنفروت واهم عناصر الكتالوج الموطن الأصلي للشجرة أسماءها وسبب تعدد أسماءها الوصف النباتي لشجرة وفاكهة الباشنفروت فوائد السمرة الظروف المناسبة لزراعة الشجرة من حيث التربة والحرارة والري والوقت المناسب لزراعتها والتقليم والتكاثر والتسميد والتلقيع أفضل أصناف الباشنفروت حصات سمار الباشنفروت وحماية الباشنفروت من الآفات والأمراض وانتابع بالتفصيل بعد الفاصل الموطن الأصلي للشجرة شجرة فاكهة الباشنفروت هي نوع من النباتات المتسلقة اللي بيرجع موطنها الأصلي للبرازيل والبراجواي والأجنتين يعني في دول أمريكا الجنوبية وانتشرت زراعتها في باقي دول أمريكا وفي استوراليا والهند والفلبين وطايلاند وأندونيسيا ونيوزولندا وهي بتعتبر من الفواكه الجريبة في العالم العربي لكنها امتشرت في الفترة الأخيرة في كتير من الدول العربية فاكهة بتميل للون الأرجواني وعشان كده بيطلق عليها الصمرة الأرجوانية وأحيانا اللون الأصفر في مرحلة النطج التام وداخل الصمرة كتير من البزور اللي فيها فوائدها بتشبه من الداخل صمرة التين الشوكي أسماءها وسبب تعدد أسماءها بتختلف أسماءها من بلد لبلد واسمها الأشهر باشنفروت وده معروف في استوراليا ونيوزولندا ودول تانية وكمان ده اسمها العلمي اسمها برضو بيس فلورا أو ميس فلورا وفاكهة شجرة زهرة الآلام وفي أندونيسيا اسمها ماركيسا وفي هواي بيسموها لليكو وفي بورتريوكو اسمها بارتشا أما في جنوب أفريقيا اسمها جارناديلا الأرجوانية وفي البرازيل ماراجويا وسبب تعدد الأسماء واختلافها بيرجع لتعدد أصنافها وتعدد الأطعمة في الصمرة الواحدة ده اللي خلانا في بلدنا العربية وخصوصا أحبابنا في فلسطين بيسموها شجرة الكوكتيل وانا شايف ده من أدك الأسماء بسبب تشابه طعمها مع طعم مجموعة من الفواكه مجتمعة مع بعض وكأنها كوكتيل كمان من أسماءها فاكهة العاطفة وفاكهة الحب الوصف النباتي لشجرة وفاكهة الباشنفروت هي شجرة قوية مستديمة القدرة ومعمرة ومتسلقة بتتشبس بأي شيء حواليها ممكن تتسلق عليه بتنمو بسرعة كبيرة وممكن توصل لست أمتار في سنة واحدة أوراقها دائمة القدرة أما الزهرة ففيه الأبيض والأرجواني وهي ملفتة للنظر بتشبه الساعة ومصممة لجذب الحشرات الملقحة والأزهار كاملة يعني خنسة حجمها كبير ورائحتها عطرية مستديرة أو بيضوية أما كشرة السمرة فصلبة نعمة وشمعية لون الكشرة من الأرجواني إلى الأصفر والبرتقالي وابتستغرق السمرة حوالي من 60 إلى 90 يوم عشان يكتمل نموه فوائد السمرة الأهمية الاقتصادية لسمرت فاكهة الباشن فروت وفوائدها الصحية كتير جدا وده سبب البحث عن السمرة والإقبال عليها وصمرت الباشن جواها كمية من البزور بتحتوي على العديد من العناصر الجزائية المفيدة لجسم الإنسان زي المواد المضادة للأكسدة والمطاهرة عشان كده بنلاقي فوائدها العديدة بنلاقيها مصدر غني بمضادات الأكسدة مصدر غني بفيتامين سي مصدر جيد للألياف الجزائية بتعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وتقليل أعراض الربو وتدعيم صحة العزام وبتساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني وبتخفض من مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين أداء الأنسولين بتنظم معدل ضغط الدم بتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وبتعمل على تعزيز المناعة بتعزز من صحة الجهاز الهضمي وبتعمل على تحسين بشرة الجلد بتساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي من حساسية وربو والتهابات الشعب الهوائية والسعال والبلغم المتراقب في الصدر وبتعمل على تهديئة نوبات الصرع كمان بتساعد في إنقاص الوزن والوقاية من الإصابة بمرض لين وهشاشة العزام بتتخلص من مشكلة الأرك لو كانت منها وبتهدي الأعصاب والقضاء على المشاعر السلبية في زي التوتر والقلق والخوف كمان بتدخل في تركيب العديد من مستحضرات التجميل أما دهان زيت الفكهة على المكان المصاب بيعمل على تسكين آلام المفاصل والعضلات اللي بتصيب الإنسان نتيجة إجهاد أو تقدم في السن أو المر أما أوراق البشن فروت وزهورها فبتستخدم في صناعة الأطعمة والمشروبات المختلفة زي العصائر والحلويات والمسلجات والسلطات كل الفوائد اللي ذكرناها عن أهمية السمرة والورقة والزهرة بتخلينا ندور إزاي نعمل ونزرعها وإزاي ندور على زراعة شجرة الباشن فروت يبقى لازم نعرف الظروف المناسبة لزراعتها من حيث التربة فهي بتجود في كتير من أنواع التربة ولكن بتجود أكتر في التربة الطفلية الرملية الكفيفة التربة جيدة الصرف وجنية بالمواد العضوية قصوصا لو كانت تربة شديدة الحمضية كمان ممكن زراعتها في الأراضي الصحراوية كنبات أسوار الحرارة من أكتر الأنواع تحملا للمناخ الحار لكنها محبة للمناخ المعتدل اللي درجة الحرارة فيها ما بين 20 إلى 24 درجة مقاوية فبتزرع الشتلات تحت أشعة الشمس بعيدة عن الأماكن شديدة الحرارة وبتفضل شوية الظل الجزئي والبعد عن السقيع في الشتاء الري هي سمرة صديقة للبيئة موفرة في استهلاك المية لأن ممكن ريها مرة واحدة في الأسبوع خلال فصل الشتاء وبيزيد شوية في الصيف الري المنتظم بيحافظ على ازدهار الشجرة والسمرها وبتحتاج مية أكتر لما بتقترب الفكهة من النضج لأن ممكن الصمرة تزبل أو تسقط بدري قبل النضج ولو قلت كمية المية اللي بتعطاهها لها عموما الشجرة بتتحمل كل الظروف المناخية مع عدى البرد الشديد والصقيع وعشان كده تجود زراعة فاكهة الباشنفروت بشكل كبير في الأجواء المصرية الوقت المناسب لزراعته أنسب وقت لزراعتها في الربيع من بداية شهر مارس لحد النص الأول من شهر إبريل وبتزرع الشتلات بجوار جدار محمي أو على تعريشة أو سطح محمي من الرياح ممكن تسمر بعد حوالي 18 شهر من زراعتها التقليم بتقلم وتقص الفروع بعد ما تجن السمار عشان تحفز النبات على تكوين فروع جديدة وبالتالي أزهار وسمار كثيرة وكمان يبقى الشكل العام للشجيرة مكتنز وبيعطيها جمال على جمال التكاثر ما بيفضلش أن نعمل لها تكاثر عن طريق الأنسجة أو البزور لكن الأفضل زراعتها عن طريق العقل وطريقة الزراعة بالعقل وضحناها كتير في فيديوهات خاصة بالتعقيل في القناة أما لو حبيت زراعتها من البزرة فبعد ما بنعمل لها استنبات في المية أو خدش بين زراعها وأنسيب لينك خاص بعملية الزراعة من البزرة وعملية الزراعة من العقل تحت في صندوق الوصف التسميد لما بترتفع درجات الحرارة شوية في الربيع وإحنا خارجين من الشتاء بنبدأ في تجزيتها بأسمدة جنية بالبوتاسيوم عشان الإزهار والإسمار والتسميد بانتظام خلال فترة النمو النشط التلقيح عادة النحل بيعتني بعملية التلقيح من غير أي مساعدة أما لو ما كانش فيه نحل في منطقتك فعملية التلقيح اليدوي مهمة إذا لازم الأم والطريقة سهلة جدا بتجيب فرشة فرشة رسم صغيرة ونظيفة وبنجمع حبوب اللقاح من أزهار الزكور بعدها بنمسح بالفرشة حبوب اللقاح على الأزهار الأنسوية كمان بيفضل زراعة مجموعة متنوعة من الأزهار جنبها لجذب الحشرات المركحة لها أفضل أصناف الباشنفروت أصنافها كتير وده من أسباب تعدد أسمائها لدرجة أنه بيحصل لبس عند البعض اللي بيصنف أنواع منها على أنها نوع فكتاني لها أصناف كتيرة وبتختلف في حجمها ولونها وبيعتبر اللون الأصفر والأرجواني هم الصنفين الأكثر انتشارا أما أهم أصنافها صنف الجمال الأسود جراندلة العملاقة جراندلة الحلوة الموز الأحمر حصاد فاكهة الباشنفروت لو ربنا أكمل لك النمو على خير إن شاء الله بإذن الله فإزاي بتعمل عملية الحصاد للفاكهة الحصاد بتاع فاكهة الباشنفروت ما بيكونش بعيد أنت مجرد بعد ما تزرع سنة أو سنة ونص بتبدأ تاجن الحصاد بتندج الصمار خلال منتصف الصيف للخريف وبتاخد الصمرة من شهرين إلى ثلاث شهور لتندق وعادة ما تسقط الفاكهة الناضجة من النبات بمجرد ما تصبح جهزة للاستهلال وده إذن منها إنه لازم تجمع الصمار خلال يومين بعد سقطها لضمان أفضل جودة للصمار أما إذا كان النوع من الأصناف اللي لا يسقط صماره فبكل بساطة بتقطف كل صماره بمجرد ما تلاحظ إن الجلد بدأ في التجاعد حماية الباشنفروت من الأفات والأمراض عدم استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية من أهم الأشياء لأنها نبات مسمر للأكل لأنه ممكن تدمر الفاكهة المنتجة كمان وتخليها غير أمينة للاستهلاج أكبر المشاكل المتعلقة بالأفات هي حشرات المن وبنتخلص منها برشها بطيار مركز من مية الخرطوم كمان عوارد العنب نتخلص منها بخلط مبيد حشري عدوي عند الجيزة وياركة الخنفساء نتخلص منها هنحتاج لمبيد حشري قبل ما يزهر النبات ممكن تتعرض أقصان الباشنفروت للتعفن والأمراض الفيروسية وعلاج ده التصريف الجيد للتربة أخيرا نصيحة لازم الباشنفروت تكون ضمن مجموعتك النباتية لو عجبك المحتوى عبر عنه بإعجاب واشتراك في القناة ومشارك للفيديو وتعليق كيف دنا اللهم اجعله عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم وأجرني به في الدنيا والآخرة اللهم تقبل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله شكرا